تنفذ الدولة المشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة سواء من أراضي أو مية وفي هذا الإطار يتم استصلاح وزارة وزراعة 270 ألف فدان بوسط وشمال سيناء بأفضل الزراعات وفقا للدراسات المناخية والزراعية بالمنطقة خطة متكاملة وشاملة تتبنها الدولة لتنمية سيناء هذا الجزء الأصيل من أرض الوطن وخطوات ثابتة تقطعها الدولة على طريق تنفيذ هذه الخطة فتشق الطرق وتنحت الجبال وتحول اليابس إلى أخضر من هذا المنطلق تنفذ الدولة المشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من أراضي أو مياه وفقا للخطة التي يتم تنفيذها للتحقيق التنمية الشاملة في أرض الفيروز وفي هذا الصدد تسير خطة استصلاح وزراعة 270 ألف فدان بوسط وشمال سيناء بأفضل الزراعات وفقا لدراسات المناخية والزراعية بالمنطقة من خلال توفير ونقل المياه إلى الأراضي المستهدة في زراعتها فضلا عن العمل على إقامة محاور وطرق واقعة في نطاق المشروع القومية توجيهات رئاسية متواصلة تؤكد على ضرورة مواصلة التنسيق وتكامل بين مختلف جهات الدولة بما في ذلك القطاعات الأكاديمية والعلمية لتعزيز الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الاستراتيجي لما له من مردود هام على جهود الدولة في التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء بالكامل مشروعات تنموية متنوعة يجري تنفيذها على أرض سيناء بتكلفة تصل إلى نحو ستمائة مليار جنيه من بينها أيضا شق الأنفاق ومحطات تحلية المياه فضلا عن خطط التوسع الأفقي والرأسي في الرقعة الزراعية إنجازات تنموية يشهد عليها القاصي والداني تؤكد الرغبة الحقيقية للقيادة السياسية في إحداث عملية تطوير شاملة وحقيقية في هذا الجزء العزيز من أرض الوطن